السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. الاهلي لعب ماتش بلا هوية. بلا اهلي. يعني الاهلي انا ما كنت قاعد بحاول اتاكد ان ده الاهلي اللي بيلعب ولا مين اللي بيلعب. ماتش بصراحة يعني ما قدرش اقول غير انه ماتش يحرق الدم. اول مرة اشوف الاهلي مش عارف يطلع بالكورة. الاهلي مش عارف يطلع بالكورة من منطقة جزاؤه. كلها كور بلونية وشلوح وجري ولعب مفقوش اي علاقة بالكورة اصلا. يعني لولا براعة الشناوي النهاردة رغم النجون خطأ منه. بس لولا براعة الشناوي كنا شلنا خمسة تاني. وكان ردع بها الهجاص طلع حفل علينا. ماتش مش قادر اسميلك لعب لعب كورة مفيش مفيش خالص. حتى كولر كان واقف نايم. كولر نايم. كولر لو مش نايم ما ينزلش موديست. منزل موديست يعمل ايه? هو صلاح محسن زي الخارة بس هو منزل موديست يعمل ايه? هو انت رفعت ولا كورة عرضية عشان تنزل موديست? عشان تقول يحط كورة بدماغه ولا يعمل اي حاجة? مفيش خالص مفيش. خلي بالك الاهل لو لعب كورة اه? كنحط على سنداونز. بيتلو اتليتكو في الملعب ده اه? فضلت زنقه فريق سنداونز عند منطقة جزاؤه ومعرفش يكسبها والماتش خلص صفر صفر. هتقول لي مغلبهم اتنين هناك? هقولك انت ما تفرغتش على الماتش. انت لو تفرغت على الماتش مضيعين ضرب الجزاء في الشوت العول ومضيعين يجزدت جواه. انا قعدت تفرغت على الماتش. بترو اكلتكو لعب ماتشين مع سنداونز بمليون ماتش من اللي لعبه الاهلي النهاردة. انا مش فاهم الاهلي في ايه? مش فاهم ده بقى يعني اه ده بقى موضوع نفسي سنداونز عندنا عند اللعيبة ولا ده ايه يعني مع الموضوع الواحد مش لاقي كلام يقوله فيه. انت خلاص انت بقيت تنزل قدام سنداونز مغلوب? يا بتنزل تدافع ويا ريتك عارف تدافع? ما انا مش فاهم. الشنه وصد سبعين جون. والكرة الوحيدة اللي متشاطة من يجي تلاتين ياردة ها? هو مش شايف وهو واقف فين? يعني هو مش حاسس بمكانه. مش عارف وهو واقف فين? بدل على انه مد يده ورجعها مفكر الكرة طلع برا وهي الكرة داخل الجوه. هو لو عارف موقعه فين وعارف واقف فين هيمد يده وطلع الكرة. لكن هو الوقت فجأة بشط الكرة هو مش عارف وهو واقف فين. مد يده ورجع يده تاني زي اللي خاف لا يصدها يعني او الكرة سخنة. فحاجة غريبة يعني. وكل كوم والحكم البنين اللي هم جايبينه لنا ده كوم تاني يعني. حكم الواحد مش لايه كلام يقوله رامي ربيعة قال كل اللي احنا عايزين نقوله. قال له كل الكلام اللي احنا نفسينا نقوله ومش قادرين. ايه الحكم ده? ده الحكم كان بينقي يعني زي اللي مواقع رسمنها له على اللوحة بتاعة الملعب. فاول هنا واحسب لنا فاول هنا. ايه ده? ده مفيش حتة. في التمنتاشر داير ما يدور كده اللي ما حسب عليها فاولات للاهل وما لهاش علاقة بالفاولات لسانداونز عشان تجيب جوان. والله سانداونز ما في حالته. سانداونز النهاردة على قد حاله خالص. الاهل اللي مش هنا. الاهل اللي مش موجود. الاهل زي ما يكون ايه? هم بينايموهم متعرفش. لا بس هو الاهل ينايم حتى من مطشين سيمبا. فالاهل اللي انا شايفه من اول السنة دي في افريقيا بدء مسم زي الزفت. من اول الاتحاد العاصمة. هتقول لي احنا الاربع متوشل لابنهم اتظلمنا تحكميا. اقولك اه. كلهم اتظلمنا تحكميا. بس انت لازم يبقى لك وجود. مش ترملهم على الحاكم. انت يا عم عب منعم لو انت شايف انت فين وحطيت الكورة عدل? ها? الحاكم مش هيقدر ما يحسبهاش. ده الهجمة الوحيدة اللي لها شكل اللي طاهر راح بيها حسابه اوف سايت. كل الفريق كان نايم. انت شايف هاني زي اني لا طلعه من بادري وننزل اكرم. هو احنا قموس عندنا لازم نغير في الديئة سبعين. اي لعب شايف هو وحش طلعه ونزل غيره. يا باشا انت عشان تكسب هنا في القاهرة? ها? لازم تحط تشكيل محترم. يا باشا احنا ممكن نحط لك التشكيل يا عم كولر. انا مش فاهم. الاهل في نجوم افريقيا كلها. ومش عارف ايه الاداء اللي هو مقدمه ده. اداء زي النيلة. وتشكيل كله زي الزفت. كولر قال في تأليف الدنيا كله النهاردة. وسط ربنا ان احنا اتغلبنا واحد سفر. انا ان شاء الله اقولك ان احنا هنسعد باذن الله. لان احنا لو ملناش نصيب انه نسعد كرة اللي في العرضة دي كتدخلت. والكرة بتاعت منع من اللي قاعد يتعزمه. والشنوي كتدخلت. اه كتبقت مسرحية النهاردة. بس ان شاء الله باذن بس ياريت الجماعة بتاعنا يحنوا علينا بتاع الامن ويدخلونا الجماهير. نفسي بس يتفرجوا على المتوشة دي لو كانوا بيفهموا في الكرة يعني. ويشوفوا الجماهير كانت قدي ايه. شوفوا ماتش سندونز الجماهير قدي ايه. ويشوفوا الماتش اللي في المغرب لسه خلصان دلوقتي. والرجاء غلب التراجي واحد سفر. يشوفوا الجماهير قدي ايه. وهتشوف يوم الاربع الجماهير في استاد رادس قدي ايه للتراجي. واحنا بس اللي مكتوب علينا ايه. لا هم عشرين الف لا هم تلاتين الف. وبلد الامن والامان واحنا مش عارفين ايه. يعني ننظم استاد فيه ستين الف متفرج. واحنا بلد الامن والامان. هتيجي تتكلم يقولك الداخلية وراها مات الف شغلنا تانية. يا مراشر لك كرة بس. فما تعرفش تاخد حق مع حد ولا باطل ولا ما تفهمش حاجة. خلونا النهاردة بص ضغطنا علني ودمغنا واجعتنا. يعني انا اتفرجت على ماتش الوداد هو برضو ماتش ما كانش قد كده بس كان فيه كرة عن ماتش بتاع الاقل. كرة كان الطراجي كان بياخد الكرة على الاقل ويروح يهج مع الوداد ويضايق عجوان والوداد يضايق عجوان. لكن احنا في ماتش الاقل وصندون الكرة على طول مع صندون يعني اللي حط الاستحواز تلاتة وسبعين ضح مار دا الاستحواز تسعة وتسعين لصندون. كرة معانهم على طول تتقطع ناخدها احنا نرجعها نروح عاملينها بلونية للجون بتاع صندون لأي حد. نروح باعت نهالهم تاني قولوهم خلو دي خليها عمدوكم. ايه دا? ايه عم كولر الاداء دا اللي زي الزفت واللعب دا? الحمد لله. ماتش الترجي والوداد خلص واحد سفر للوداد وده ماتش الوداد. ان شاء الله يوم الاربع هيبقى برضو الماتشين هيبقى الاهل وصندون في استاد القايرة والوداد والترجي في استاد رادس. ربنا يسر الحال ان شاء الله والاتنين اللي يستحقوا يصفوا في النهائي. واحنا بنتمنى يكون نادل اعلي بإذن الله. النهاردة في الدور المصري كان فيه ماتش واحد طلاقع الجيش وسراميكا. طلاقع الجيش غلب سراميكا واحد سفر. شكرا لكم يا جماعة. وبعد اذنكم لايك وشير ولا ما اشتركش اشترك وفعل زر الجرس. السلام عليكم.